بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بنا نحكي عن الترلي اوبريتور وهو آخر موضوع من مواضيع الستاتمنت في البداية احنا خذنا في المحاضرات السابقة الاف والالس المثال الظاهر قدامك بحكي لك انه خمسة أكبر من ثلاثة اذا كانت رو اطبع لي print greater than واذا كان لا اطبع لي list there لو عدينا عدد الأسطر بسطر سطرين ثلاثة أربعة خمسة ستة وحكيت لك انه بنختصر الست أسطر بسطر واحد كيف استخدام ترلي اوبريتور في البداية هنأخذ الكونديشن بعد هيك رح نعمل question mark فكرة الكونديشن مارك تحكي لك اذا هذا الكونديشن اطلع جواب true فاضيف لي هنا نتيجة الترو هاي print greater than يعني اذا خمسة اكبر من ثلاثة وهو فعليا خمسة اكبر من ثلاثة اطلع جواب true وحيطبع لي هنا greater than واذا كان false الجواب نحط هنا colon نقطة الراسيتين ونضيف هنا print list there فالفهمنا انه بعدي الكون مارك بنضيف الاجابة الصحيحة وبعدي الكولك بنضيف الاجابة الخاطر وبهيك بكون اختصرنا ستة اسطر بسطر واحد واذا بدنا نطبق ببنحكي خمسة اكبر من ثلاثة اجابة true سأتها حيطبع لcreator there تعالى نطبقه في الكود عشان تأكد انك انت فهمت مية في المية أرجعت لك فولدر جديد 34 there operator وكالعادة في عدنا void main نفس المثال اخذناها قبل شوي الخمسة اكبر من ثلاثة اضيف question mark وبعمل هنا print greater وهيذا اذا لا سأتشو بعمل print less that سيد اكيد انتبهد انه ما كانش يعطيني error صح وانا بكتب معناته فيج والستيديو كورد عندي ايام علق تسيرها مش مشكلة right click زي هات quite وفي الwindows بتعمل exit خليني ارجع اختار مشروعنا core start ممتاز بالضبط هيشتغل الرن وهيطبع لي greater than لانه حرفيا خمسة اقبل من ثلاثة هتطلع جواب true ساعتها هينفذ البعض question mark طب لو حكينا هل خمسة اصغى من ثلاثة هل خمسة اصغى من ثلاثة اجابة false ساعتها هينفذ بعد colon حينو ممتاز صحيح يتبع لي let's see that هاي كان عنا اول نقطة هنحكي لها كانت عبارة عن شو كانت عبارة عن apply يعني تطبيق هنحكي هسا هنبقدر ارجع قيمة انعني زير return كيف بدي انشئ هون وتغير string واحكي له result يساوي نفسي مثال هالخمسة أكبر من ثلاث إذا كان A رجعني greater than وإذا كان لا رجعني this than طبعا هاي هون خلق نستخدم single quotation أحسن طب شو اللي صار بدي أسر حالي سؤال هالخمسة أكبر من ثلاث بإجابة true ساعتها هيجي بعد شفت اللي greater than رح تتخزن جوا ال result إذا كان الجواب false ساعتها list than رح تتخزن جوا ال result ثالي عمل print وحكيلو هون result يساوي هاي يساوي dollar side result نعمل run وهي طبعا لي result يساوي greater than لأنه خمسة أكبر من ثلاث فرجعني greater than قزنها جوا ال result وهي هاي كانت فكرة الترلي أوبريتر في نقطة هون مهمة نما نبلغ إن شاء الله بفلتر أغلب فلتر باستخدم الترلي أوبريتر أغلب الأمور بفلتر باستخدم الترلي أوبريتر وخصوصي لبنبني ال UI إيش هو ال UI والتصميم على سبيل المثال أكيد منعرف إنه إحنا في عنا عدة rule كيف يعني rule مثل في عنا شخص بيكون admin مسؤول وفيه شخص بيكون user عاد فحكيه لما يكون admin خلي مثلا يكون اللون أحمر ولما يكون user خلي مثلا يكون اللون أزرق طبعا هذا المثال بسيط والمنظور بيكون شوي الوابعاد أكثر من هيك بس أنا حابة أوضح لك هاي بالألوان فكيف بنا نطبق هاي النقطة بالموضوع جدا بسيط بقوله إذا كانت الرول تساوي تساوي admin بعمل question mark فحكي له أعطي لي اللون الأحمر وإذا كان لا أعطي لي اللون الأزرق وهي كثير كثير حنطبقها إن شاء الله بفلتر أتمنى إنه كانت المحاضرة سهلة وبسيطة وكالعادة إذا حضرت المحاضرة معي للنهاية أعلق أي تعريق بالذكية وضيف معها البرد ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى اللقاء